متابعة تنظم ألينا من بيروت من ساحة رياض الصلح مرسلة الغد ليلة خليل ليلة ماذا لديك من جديد فيما يتعلق طبعا بفتح أو غلق الطرق ومظاهرات اليوم يعني لا طرق مغلقة الآن أو اليوم في العاصمة بيروت وفي العديد من المناطق التي شهدت في الأيام الماضية قطع طرق ومظاهرات وقطع الطرق أمام الناس المتوجهين إلى أعمالهم اليوم المتظاهرين قاموا باتخاذ خطوة البعض من ضمن مجموعات الحراك بالتوجه إلى المرافق الحيوية المرافق العامة تابعة للدولة والتظاهر أمام هذه المرافق قصر العدل في بيروت المدرية المبنى التابع لوزارة المالية مصرف لبنان مبنى أوجيرو شركتي الخاليوي وأيضا ليس فقط في بيروت وإنما أيضا في طرابلس في زحلي في الجنوب كلها شهدت وقفات احتجاجية أمام هذه المرافق الحيوية أيضا كان هناك تضامن من طلاب المدارس الذين قاموا بمسيرات وتجمعوا أمام هذه المرافق أو المباني التابعة للدولة يعني هذه الأجواء الآن لا قطع للطرق ولكن هي خطوة علهم يضغطون باتجاه الإسراع بتكليف الحكومة لأنه حتى الساعة لم يتم بعد أعلان متى ستبدأ الإسشارات النيابية ولم يبدأ بعد حتى تشكيل الحكومة نعم نشكرك ليلى خليل طبعا سنتابع معك إن كانت هناك تطورات أخرى كنت معنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر